أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيا اليوم بفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وجرى خلال الاتصال استعراض نتائج اجتماع مجموعة أوبوك بلس وقد أعرب سمو ولي العهد وفخامة الرئيس الأمريكي عن ترحيبهم بالوصول هذا اليوم لاتفاق تاريخي طويل الأمد لتخفيض الانتاج بما يتناسب مع حجم تداعيات جائحة كورونا ويتوافق مع تطلعات الأسواق وبما يعزز نمو الاقتصاد العالمي